كم بزاف قنوات عربية أو غير عربية تتحدث عن تاريخ الجزائري ويعني تصخر قنواتها في تيكتوك أو لا في اليوتيوب أو لا للحديث عن تاريخ الجزائري والجزائريين يعتقدون بأنها تقوم بهذه الأشياء بدون مقابل ويعني بطريقة مجانية هكذا دفاعا عن الحق وفق فنصيحتي إياكم إياكم من الناس الذين يستغلون الفرفاراتكم ويستغلون حبكم للوطن ويستغلون عداءكم يعني الناس اللي عادوكم لكي يتوغلوا في ما بينكم ويتحدثون عن تاريخكم لأن هذا الناس كي تطلع بينهم شوية يطلعوا للقاناة تحمدتلا أو التفاعل تحمدتلا فخدموا بكم لفترة معينة وبعدها يقول له هم يوجهون تاريخكم لكم هو يمليلك تاريخ تاك والذي هو يقول لك هذا هو تاريخ تاك والذي هو يفرض عليك التاريخ اللي هو حبه هو الذي يتوالى معه ويتماشى مع سياسته وفي كثير من الأحيان يا صديقي سينقلب هؤلاء عن الجزائريين لأن حب الجزائريين لهؤلاء الأسخاص مجاني لأننا في الجزائر لا يوجد عقلية لأنهم يمدحوا الجزائر أو يقول لهم ارواحوا بازع ما ارواحوا ويخصكم والوالوا سياحاك أو باك كيفاءك أو باك كيفاءك والحكومة تعالى نفس الشيء لا تشريش ناس مؤثرين لأنهم لا تحسن صورة الجزائر أو سياستها وبالتالي هؤلاء يعتمدوا على شيء واحد فقط هو التفاعل الجزائريين والفرفارات كي توصل حدها يقول لك الجزائري لا يقدم لهم الإضافة لا يقدم لهم المال فينقلب عليه ويذهب إلى شيء آخر ويقول لك يستعمل هذه الفرفارات الجزائريين ضدهم هذا هو هذا هو